تجمع مملكة البحرين وسلطانة عمان الشقيقة علاقات أخوية وروابط تاريخية ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والشعبين الشقيقين هذا وتحرص حكومة البحرين وعمان على مواصلة تعزيز التكامل الاقتصادي والدفع به نحو آفاق رحبة المزيد من التفاصيل مع الزميلة ريم جناحي ترتبط مملكة البحرين وسلطانة عمان بعلاقات اقتصادية وثيقة وتلعب الزيارات المتبادلة بين البلدين دورا في تعزيز وتنمية الروابط التجارية في مختلف القطاعات بما يحقق التطلعات المنشودة ويفتح المزيد من آفاق التعاون ولدى البلدين تطلعات طموحة نحو التنويع الاقتصادي مما يفتح الفرص للاستثمار في مختلف القطاعات ارتفع حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وسلطانة عمان في الربع الاول من العام ٢٠٢٢ بالمقارنة مع الربع الاول من العام ٢٠٢ بنسبة ٢١١٤ ليبلغ ٤٥١ مليون ٤٢٠ ألف دولار أمريكي وتعتبر البحرين أحد أهم الشركاء الاستثماريين للسلطنة فالاستثمار الأجنبي المباشر من البحرين إلى عمان بلغ ما يقرب مليارا و ١٤ مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام ٢٠٢١ كما يولي المستثمر البحريني اهتماما بالسوق العقارية العمانية والأسيما في محافظة مسقط ومحافظة ضفار ومحافظة الشمال الباطنة حيث أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى ارتفاع تملك البحرينيين للعقارات في عمان بنسبة ١٨٠٪ في العام الماضي وجاء تأسيس الشركة البحرينية العمانية للاستثمار القابضة برأس مال قدره ١٠ مليون ريال عماني تتوجها للشركات في القطاع الخاص بين البلدين هذه الشركة مقسمة بالمناصفة بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم من الجانب العماني وتهتموا بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي وفي القطاعات الأخرى التي ترتكز عليها رؤية عمان ٢٠٤٠ ومن أبرز مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في عام ٢٠٢١ بين البلدين هي مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وهيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان في مجال حماية المستهلك وتظهر البيانات نمو حجم الصادرات البحرينية إلى سلطنة عمان بنسبة ١٩٪ في العام ٢٠٢١ لتصل إلى ٥٧٠ مليون دولار أمريكي وتتركز الصادرات البحرينية إلى سلطنة عمان إلى أجهزة توزيع التيار الكهربائي والمواد الغذائية ومواد التنظيف والمجوهرات والعطور فيما تشكل الأسلاك والكابلات الكهربائية والألمنيوم والأدوية ومواد البناء أهم الوردات البحرينية من سلطنة عمان ترجمة نانسي قنقر